تعد مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية وشهد حجم التجارة البينية بين القاهرة ونيودلهي تفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وخلال عام 2021-2022 ارتفع حجم التبادل التجاري لنحو 7.26 مليار دولار بزيادة تخطط 75% عن عام 2020-2021 مصر على مدى العقود الماضية واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية خاصة بعدما دخلت اتفاقية التجارة الصنائية بين البلدين حيز التنفيذ في مارس من عام 1978 وزادت التجارة الصنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية حجم التجارة البينية بين القاهرة ونيودلهي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فخلال العام المالي 2021-2022 ارتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 7.260 مليون دولار بزيادة تخطط 75% عن العام المالي 2020-2021 آخر الأرقام الرسمية أكدت ارتفاع الصادرات المصرية إلى الهند خلال نفس الفترة بزيادة بغلغت نسبتها 86% لتسجل 3.520 مليون دولار في حين سجلت واردات مصر من الهند 3.740 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 65% ومن بين أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها إضافة إلى المنتجات الكيميائية غير العضوية والأسمدة والملح والكبريت والقطنة وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين قام 15 وفدا يمثلون 600 شركة هندية بزيارة إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة كما وقعت شركات هندية انتفاقيات للتوسع في مجال الهيدروجين الأخضر هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعا في مجالات الكيمويات والكربون والتعبئة والتغليف بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والسياحة وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة